اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بإمكانه دعمنا عن طريق موقع الباتريون رابط الموقع حتلاقوه موجود في الوصف أسفل الفيديو أيضا ياريت تتابعونا على جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الروابط كلها بتلاقوها في الوصف أيضا أسفل الفيديو وبتمنى أنكم تتطلعوا على الروابط الموجودة في الوصف أسفل الفيديو حتفيتكم كثيرا وعشان ما نطولش عليكم خلونا نبدأ نشاط واحد أمي تصنى القطر يقع حي المصرارة الذي بني عام 1860 ميلادي على بعد عشرات الأمطار من باب العمو المدخل الرئيس لمدينة القدس القديمة حيث تعمل الجمعيات الاستطرانية اليهودية وبصمت في هذا الحي في إطار سياسة تهويت الأحياء الفلسطينية المقدسية وعلى تغيير السكان وهوية المكان يقع حي المصرارة واحدا من سبعة أحياء مقدسية تقع خارج أسوار البلدة القديمة في إحدى الأمسيات الرمضانية في هذا الحي قررت أم علي تحضير قطر لإعداد قطايف رمضان لتقديمها للمرابطين في المسجد الأقصى فبالتالي القطر اللي هو من عمل في القطايف اللي هو عبارة عن مية وسكر أخذ ولدها علي يراقبها يعني علي بده يتعلم منها ويراقبها وهي تضيف السكر إلى الماء في إناء كانت قد وضعته على النار وأخذت تحركه باستمرار حتى الغليان ليصبح قوامه لزجا عندما توقفت عن التحريك فبدأ علي بطرح الأسئلة الآتية على والدته ساعد والدة علي في الإجابة عن هذه الأسئلة ما دور المرابطين في المسجد الأقصى؟ طبعا دور المرابطين في المسجد الأقصى هو التصدي للعصابات الصهيونية التي تعمل على اقتحام المسجد الأقصى وساحاته باستمرار وللحفاظ عليه معلما إسلاميا خالصا فهو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين أذكر أسماء أحياء مقدسية أخرى طبعا زي في عندي حي سلوان وحي الطور ورأس العمود وبيت حنينة وحارط النصارى أذكر أسماء حلويات رمضانية أخرى يستخدم القطر لتحليتها طبعا في عندي الكنافة بجميع أنواعها والعوامة كرابيش حلب يعني في عندي أنواع كثيرة بتيستخدم فيها القطر ما أهمية تحريك المزيج باستمرار؟ طبعا أهميته للمساعدة على ذوبان السكر بشكل مستمر فبالتالي لما نعد القطر لازم نظل نحركه باستمرار لماذا يعد هذا المحلول متجانسا؟ ليش بنسمي هذا المحلول متجانس تبع السكر؟ حكيناها قبل هيك لأن تركيز السكر في أجزاؤه بيكون متجانس ومتساوي وأيضا ما بنشوف دقائق السكر وما بيحصل إلها ترسيب حدد المذاب والمذيب في هذا المحلول طبعا المذيب هو الماء والمذاب هو السكر ما الفرق بين المحلول الناتج ومحلول الشاي الذي نشربه من حيث التركيز طبعا تركيز السكر في هذا المحلول السكري أعلى منه في محلول الشاي الذي نشربه لأنه على القطر بنحط سكر كتير إحنا فبالتالي ما بنقدر نشربه أصلا فقط بنضيفه على الحلويات ما احتياطات السلامة الواجب مراعاتها أثناء تحضير القطر الابتعاد عن مصدر التسخين والحذر من انسكاب المحلول الساخن على الجلد لأنه رح يسبب الحرق نشاط اثنين ذائبية المواد عندي ملح الطعام وسكر المائدة وماء مقطر وعندي كأس زجاجية سعتها 150 مليلتر عدد اثنين وميزان حساس وميزان حرارة وملعقة وورق الترشيح وقمع زجاجي ودورق زجاجي حنضيف في كأس 100 جرام من الماء ونضيف له كميات قليلة من الملح بالتدريج مع التحريك المستمر حتى يصبح المحلول غير قادر على إذابة المزيد من الملح وبدأ ترسب باللورات الملح لأنه إحنا لما نضلنا نضيف سكر أو ملح على الماء الماء رح تذوب هذا السكر أو الملح ولكن عند لحظة معينة رح تبطل تقدر تذوبهم رح يصيروا يترسبوا تحت فبالتالي مش رح تقدر المية إنها تذوبهم فبالتالي لما تبدأ ترسب باللورات الملح بنوقف عن تزويد الملح ثم رشح المحلول لفصل البلورات غير الذائبة يعني بنعمل ترشيح للمحلول باستخدام ورقة الترشيح عشان نخلي باللورات الملح اللي ما ذابت عندي خارج المحلول زن المحلول الناتج ثم احسب كتلة الملح الذائبة ونكرر نفس الخطوات باستخدام السكر طيب أي المادتين المذابتين كانت كميتها أكثر ولماذا؟ يعني احنا بالأول ذوبنا الملح في المية لعند الحد الأقصى وذوبنا السكر في المية لعند الحد الأقصى قديش؟ طبعا المية وزنها واحد لأنه نفس كمية المية 150 جرام فبالتالي هذا المية نفس المية إيش اللي بظل بفرق في الوزن؟ اللي هو وزن الملح أو السكر اللي ذوبناه في المية رح ألاقي إنه محلول السكر وزنه أكبر ليش؟ لأنه ذائبية السكر في الماء أكبر من الملح يعني المية بتقدر تزوب سكر في الماء أكثر من الملح طيب ما أهمية إضافة المذاب تدريجيا يعني ليش كنا نضيف السكر أو الملح بالتدريج على المية ونحرك للمساعدة على الذوبان بانتظام يجب مراعاة استمرارية التحريك خلال تنفيذ النشاط لماذا؟ لكي يذوب المذاب أولا بأول سواء سكر أو ملح ماذا يطلق على المحلول؟ لحظة بدء ترسب باللورات المذاب فيه يعني هالكتا وإحنا بنزيد في الملح والسكر وإحنا بنحرك لما يبدأ يترسب عندي باللورات يعني إنه المحلول المية غير قادر على تذويب جزيئات ملح أو سكر أخرى يعني خلص وصل حد الأقصى لإله في التذويب إيش بنسمي المحلول ساعتها؟ بنسميه المحلول المشبع يعني هذا المحلول أخذ كمية كافية من السكر أو الملح ومش هيقدر يذوب أي جرام إضافي أي جرام إضافي بنضيفه رح يترسب عندي ما رح يقدر يذوبه لأنه وصل لحد بنسميه حد التشبع إذن تتفاوت المواد في درجة ذوبانها في نفس الكمية من الماء وعلى نفس درجة الحرارة يعني ذائبية المية أو ذائبية السكر في المية غير عن ذائبية الملح في المية السكر ممكن يذوب كمية أكبر منه فمثلا تكون كمية سكر الماء الذائبة في كمية الماء أو في كمية من الماء وعلى درجة حرارة معينة أكبر من كمية ملح الطعام على نفس الظروف فلكل مذيب قدرة محددة على إذابة كمية من المذاب على درجة حرارة معينة وتسمى أكبر كتلة من المذاب التي تذوب في ميت جرام ماء عند درجة حرارة معينة بالذائبية يعني إيش هو تعريف الذائبية؟ أكبر كتلة من المذاب التي تذوب في ميت جرام ماء عند درجة حرارة معينة يعني لو فرضنا وطبعا عندها بيسمى المحلول بالمحلول المشبع يعني لو فرضنا انه في 100 جرام مية بيذوب عندي 5 جرام من السكر اذا ذائبية السكر في المية عبارة عن 5 جرام لكل 100 جرام وهذا المحلول بنسميه المحلول المشبع يعني لو ضفت جرام واحد على هذا المحلول مش رح يذوب رح يترسب في الاسفل اما في حال زيادة كمية المادة المذابة عن حد الاشباع برفع درجة حرارة المحلول ثم تبريده تدريجيا دون تحريك يسمى عندها المحلول بالمحلول فوق المشبع يعني لو انا زادت كمية المادة المذابة ورفعت درجة الحرارة اذا بتتذكروا قلنا انه لما نرفع درجة الحرارة المادة المذيبة او المادة اللي هي المية لما نرفع درجة حرارتها بتقدر تذوب كمية اكبر فبالتالي اذا انا رفعت درجة الحرارة وذوبت فيها السكر وبعدها سبت المحلول يبرد يعني اللي هو محلول القطر مثلا سبته يبرد فترة من الزمن دون تحريك هذا سعيتها بنسميه المحلول فوق المشبع يعني انا زدت درجة الحرارة عشان اضيف سكر بزيادة فهو وصل لكمية اكبر من كمية التشبع طيب ماذا يطلق على المحلول الذي يسمح باذابة كميات اضافية من المذاب دون ان تترسب طبعا بنسميه محلول غير مشبع يعني لسه بقدر اضيف فيه كمية من السكر او الملح او المادة المذابة بدون انها تترسب مثال حضر محلول او حضر محلول مشبع من ملح نطرات الفضة باذابة 5.5 جرام من هذا الملح فيه 25 جرام ماء عند درجة حرارة 25 درجة سليزيس احسب ذائبية هذا الملح في الماء طيب رح نعمل نسبة وتناسب اذا 5.5 جرام نطرات فضة ذابت في 25 جرام ماء طب قديش نفرض انه سين عندي رقم مجهول جرام من نطرات الفضة يعني قديش اكم جرام من نطرات الفضة بيذوبوا في 100 جرام ماء لانه الذائبية احنا بنقارنها مع 100 جرام ماء مش 25 جرام اذا رح نضرب ضرب تبادلي او نعمل نسبة وتناسب فاذا رح نضرب 100 ضرب 5.5 ونجسمها على 25 عشان نجيب كمية نطرات الفضة اللي رح نذوب في 100 جرام ماء فبالتالي زي كأنه ضربنا في 100 على 25 يعني ضربنا في 4 لانه 25 اربع اضعافها بيطلع عند المية اذا رح نضرب ال 5.5 في 4 فبالتالي بيطلع عند الجواب 22 جرام لكل 100 جرام ماء فبالتالي هذه هي ذائبية نطرات الفضة في 100 جرام ماء اللي عبارة عن 22 جرام اذا علمت ان ذائبية اكلوريد البوتاسيوم عبارة عن 35 جرام لكل 100 جرام عند درجة حرارة 30 درجة سليزيس احسب كتلة الملح اللازمة لتحضير محلول مشبع مذاب او مذابة في 500 جرام ماء اذا 35 بيذوبوا في 100 طب في 500 لو انا بدي اعمل محلول في 500 وبيدي محلول مشبع يعني يكون كامل لاحظوا انه الذائبية اللي هو التشبع 35 على 100 طيب لو 500 يعني انا ضعفت حجم الماء خمس مرات فبالتالي بدنا نضرب كتلة كلوريد البوتاسيوم ضرب 5 او بنعمل نسبة وتناسب 35 جرام بيذوبوا في 100 جرام ماء طب اكم جرام بيذوبوا في 500 فنح نضرب 500 ضرب 35 تقسيم 100 وبيطلع عند 175 جرام فهيكا انا بقدر اعرف كتلة مليح كلوريد البوتاسيوم اللازمة عشان نحضر او نحضر محلول مشبع في 500 جرام ماء تأمل واجيب نشاط ثلاثة تأمل الشكل المجاور الذي يمثل منحنى العلاقة بين ذائبية بعض الاملاح الافتراضية A B C D ودرجة حرارة المحلول ثم اجيب عن الاسئلة التي تليها رتب الاملاح تصاعديا حسب ذائبيتها عن درجة حرارة 40 درجة سيليزيس طيب لحظوا الاملاح الذائبية تبعتها ودرجة الحرارة تبعتها طيب عند درجة الحرارة 40 لو اجينا هنا عند ال40 رح نلاقي انه الملح الاول اللي هو هذي درجة الحرارة على محور الافقي وعندي الذائبية على المحور الرأسي فبالتالي عندي هذا المنحنى لا الملح A هذا B هذا C وهذا D لاحظوا عند درجة الحرارة 40 أجل واحد في الذائبية هو الملح A لأنه مباشرة قيمته قديش يمكن 5 أو 3 تقريبا زي هيك لأنه هاي العشرين وهي السفر هو القيمة تبعته عند 40 هنا فبالتالي رح تكون تقريبا 5 أو 3 فبالتالي هو أجل واحد بعدها لما اطلع عند درجة حرارة 40 رح يجي بعدها B تقريبا 35 ذائبيته بعدها رح يصل D تقريبا 45 الذائبية تبعته عند درجة الحرارة 40 طبعا 45 جرام لكل 100 جرام ما بعدها لما نطلع نطلع عند درجة الحرارة 40 رح نصل لعند C اللي هو أكبر ذائبية اللي هو عبارة عن 90 تقريبا 90 لأنه بتقع بين 80% 90 جرام لكل 100 جرام ما يعني بيذوب منه 90 جرام يعني ذائبيته كبير كبير فبالتالي الترتيب تبعهم A بالأول بعدها B بعدها D بعدها C طيب نيجي الآن للسؤال الثاني أي الأملاح لا تتأثر ذائبيته بالتسخين يعني إيش الأملاح أو إيش هو الملح اللي ذائبيتهم ما بتتأثر بالتسخين يعني مهما سخنته ما بيتغير الذائبية تبعته يعني كل ما زادت درجة الحرارة بيضل نفس قيمة الذائبية أي ملح من الأملاح الأربعة اللي أنتم ملاحظينهم طبعا الملح بي لأنه الملح بي زي ما إحنا نلاحظين عبارة عن خط مستقيم المنحنة تبعه يعني الذائبية تبعته 35 بتضلها ثابتة مهما تغيرت درجة الحرارة من 0 ل 100 فعند درجة الحرارة 0 ذائبيته 35 20 ذائبيته 35 60 ذائبيته 35 لا عند المية ذائبيته برضو 35 يعني ما بتتغير ذائبيته بالتسخين أيضا لاحظوا الملح A بعد درجة الحرارة 20 ما بتتغير ذائبيته بالتسخين يعني بيصل أو بتضلها تزيد الذائبية الذائبية عفوا بتضلها تجل 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 لعن ما تصل لدرجة الحرارة 20 وبعدها بتثبت كخط مستقيم زي ما إحنا شايفين ولكن بشكل عام الوحيد اللي بتضلها ذائبيته ثابتة من الأول للآخر هو فقط الملح B طيب ما كتلة الملح A التي ستترسب عند رفع درجة حرارة المحلول من 20 إلى 100 درجة سيليزيس شايفين الملح A اللي موجود عندي لما نرفع درجة الحرارة من 20 إلى 100 لاحظوا أساسا أنه من 20 إلى 100 الذائبية تبعت المحلول A ثابتة فبالتالي من منحنة الذائبية لهذا الملح نجد أن ذائبيته عند درجة حرارة 20 بتساوي 5 جرام وعند درجة 100 تساوي 2 جرام يعني الذائبية قلت بالتسخين يعني لو رجعنا للصورة بنلاقي هنا أنه عند درجة الحرارة 20 تقريبا الذائبية 5 بس عند درجة الحرارة 100 بنلاقي أنها صارت 2 يعني قلت يعني بالأول كان يقدر يذوب 5 جرام ولكن بعدها صار بس المية بتقدر يذوب 2 جرام إذن إيش اللي رح يترسب الفرق بناتهم 5 ناقص 2 له عبارة عن 3 جرام من الملح طيب ما الأملاح التي تتساوي ذائبيتها عند درجة حرارة 20 درجة سيليزيس إيش الأملاح اللي ذائبيتها بتكون هي نفسها عند درجة الحرارة 20 درجة سيليزيس طبعا الملح B و D لاحظوا B و D بيتقاطعوا في نفس النقطة عند درجة الحرارة 20 فبالتالي عند درجة الحرارة 20 الذائبية للملح B والملح D نفس الذائبية فالإجابة هي الملح B والملح D ذائبيتهم بتكون تقريبا 35 جرام لكل 100 جرام ماء أصدقاء العزاء هيك بنكون نتهينا من شرحنا لليوم بتمنى تعملوا لايك للفيديو تشتركوا في القناة إذا أنتم مش مشتركين وتفعلوا جرس التنبيهات أيضا بتمنى تشاركوا الفيديو لأكبر عدد ممكن ولجميع أصدقائكو على جميع مواقع التواصل الاجتماعي اللي حابب يدعم القناة إحنا فعلنا ميزة الباتريون فكافة التفاصيل اللي بتقدروا تدعموا فيها القناة موجودة في الوصف أسفل الفيديو أيضا ياريت تطلوا على الروابط اللي موجودة في الوصف أسفل الفيديو حدفتكو كثير في الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإلى لقاء جديد ترجمة نانسي قنقر